مجددا زار الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي مدينة الأعظمية في بغداد للإطلاع على واقعها الخدمي واللقاء بأهلها والاستماع إلى مطالبهم ورفق الأستاذ سعد عاصم الجنابي المفكر السياسي حسن العلوي وعدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقية وكانت محطته الأولى في نادي الأعظمية حيث التقى بالرياضيين والمدربين الدوليين واستمع إلى تطلعاتهم ومطالبهم كذلك أكد على أهمية النهوض بواقع النادي لأهميته لشريحة الشباب وضمن جولته الميدانية في مدينة الأعظمية التقى عدد من شيوخ ووجهاء المدينة وثمن موقفهم في الحفاظ على اللحمة العراقية ودورهم الكبير في التوعية الاجتماعية خصوصا وإن البلاد بحاجة إلى العقلاء والحكماء لتفادي المشاكل التي تضر المجتمع العراقي وتماسكهم من جانبهم رحب أهالي الأعظمية بزيارة رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي الأستاذ سعد عاصم الجنبي مثمنين موقفه الوطني ودوره السياسي الكبير في الحفاظ على وحدة العراقي من شماله إلى جنوبه واهتمامه بالمواطنين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر